أعزائي المتابعين في هذه السلسلة سأحاول أن أنقل لكم بعض ما قاله الجاحظ في كتابه الحيوان قبل ما يقرب من 1200 عام في وصفه لبعض الحيوانات التي نعرفها اليوم فتابعوا معنا الهدهد الهدهد من الحيوانات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة النمل في سياق قصة نبي الله سليمان مع بلقيس ملكة سبأ أورد الجاحظ في كتابه حديثا لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الدواب أربع لا يقتلن النملة والنحلة والصورد والهدهد وللجاحظ تأملات بديعة ونظارات معجبة في قصة الهدهد مع نبي الله سليمان المذكورة في القرآن الكريم وعسى أن نفرد لها في قادم الأيام حديثا خاصا يليق بها تكلم الجاحظ كثيرا عن خبث ريح الهدهد فمما قاله ومن الطير الذي يضارع الرخمة في ذلك الهدهد منتن البدن وإن لم تجده ملطخا بشيء من العذرة لأنه يبني بيته ويصنع أفحوصه من الزبل وليس اقتياته منه إلا على قدر رغبته وحاجته في أن لا يتخذ بيتا ولا أفحوصا إلا منه فخامره ذلك النتن فعلق ببدنه وجرى في أعراق أبويه إذ كان هذا الصنيع عاما في جنسه ونقل الجاحظ كلاما لخلف الأحمر ثم علق عليه بقوله وزعم أي خلف الأحمر أن فراخ الغربان أنتن من الهدهد على أن الهدهد مثال في النتن وقال في موضع آخر والهدهد طائر منتن الريح والبدن من جوهره وذاته أما عن قنزعته التي على رأسه فيقول الجاحظ فإن العرب والأعراب كانوا يزعمون أن القنزعة التي على رأسه ثواب من الله تعالى على ما كان من بره لأمه لأن أمه لما ماتت جعل قبرها على رأسه فهذه القنزعة عواض عن تلك الوهدة معرفة الهدهد بمواضع المياه قال الجاحظ ويزعمون أن الهدهد هو الذي كان يدل سليمان عليه السلام على مواضع المياه في قعور الأراضين إذا أراد استنباط شيء منها ويرون أن نجدة الحروري أو نافع ابن الأزرق قال لابن عباس إنك تقول إن الهدهد إذا نقر الأرض عرف مسافة ما بينه وبين الماء والهدهد لا يبصر الفخ دوين التراب حتى إذا نقر التمرة تنضم عليه الفخ فقال ابن عباس إذا جاء القدر عمي البصر ومن أمثالهم إذا جاء الحين غط العين وذكر الجاحظ الهدهد فيما ينبح من الحيوان فقال والأجناس التي تذكر بالنباح الكلب والحية والضبي إذا أسن والهدهد وذكر عنه حدة البصر فقال فأما إدراك البصر فقد قالوا أبصر من غراب وأبصر من فرس وأبصر من هدهد وأبصر من عقاب في الختام كانت هذه بعض المعلومات التي أوردها الجاحظ عن هذا الحيوان فما رأيكم فيما ذكره؟ وهل تتفقون معه أم تختلفون؟ وماذا تعرفون أيضا؟ اكتبوا لنا كل هذا في التعليقات